بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل Feature from Dimension في التمرين قدامنا طبعا عملنا Two Pockets وعملنا ال Thread Internal Thread وعرفنا ازاي نعمل Draft Angle عملنا زاوية حركنا البوكت بزاوية حوالين محور X يبقى اذا كده دي ايه العملية اللي بقدر احرك بيه البوكت تعال نشوف اللي هي الأنجل تعال نشوف فيه Features فضلنا ايه فضلنا احنا كده خلصنا الهول والريكتانج والبوكت والستيب بور والثريد ميلنج فضلنا ايه السلوت نشوف السلوت هنعمله ازاي هاجد ان هو برضو بيديني في السلوت اللينث بتاع السلوت بيديني اللينث وبيديني الويدث وبيديني الدبث انا يعني الابعاد هاخدها دي لواحد ونص خلينا انا مغير الابعاد كنت اخر طبعا انا زيما قلتلك اخر مرة عملت فيها شغلة بيحفظك بيحفظ لك الشغلة بيها فخلينا اخد الابعاد دي كده اللينث بواحد ونص وي الويدث بنص وي الدبث بواحد اوكي التالي خلاص هنقوله ايه فنش هنكورية مور عشان يخد لنا نفس الابعاد التالي التالي جاب الجزء ده هنا احنا عايزين نضع نحط تاني يبقى عندنا انا عايز السلوط يبدأ ايه من اول اللي الديمتر ده من اول اللي هو النص انش طيب الاكس بكام هتبقى بماينس 0.25 والواي تبقى ب2 ونقوله كده التالي ايبا كده مظبوط عملنا ال2 سلوط ما فيش فيهم اي تغيير خلاص فنش طيب تعالى ناخد برضو البوكت ده نديله زاوية ميل عشان يبقى حتى الرسمة فيها تناسق ما بينها وما بين بعض تعالى ناخد ال draft angle هذا ال part ب5 هذا ال part ال angle احنا خدنا ال draft angle ب5 خلاص ناخد ال angle ب5 احنا خدنا ال angle بتاعديه ب10 خليني ناخدها ب10 زي ده نقوله موافق يبقى كده اصبح الشكل بهذا الشكل نيجي نعمل نشوف ال isometric بتاعنا شكله ايه ال isometric لو انا عايز اشوف الجزء ده هاختار الجزء ده ايه يعني انا شايف ايه الكده الرسمة ممكن يحصل لك كنفيجي لا اولا كنفيجي لا اولا كنفيجي ادي ايه جزء اللي هو بتاع الثريد انا عملت اشهاده لهذا الجزء عشان نبين لك ان انت عندك هنا ادي بوكت ادي بوكت ادي بوكت و ادي بوكت وادي ال two slots اللي هما هيتفتحوا معي بهذا الشكل طيب نبدأ نشوف toolpath عملنا مجرد ما اغطى هنا خلاص شغلت toolpath نشوف three dimension ان شاء الله يطلع علينا ايه الشكل اللي احنا عمل ادي جزء ادي الثاني نبطع العملية بس شوي اهو شوف جابهم بزاوية الميل اللي انت عملتها وادي slot الاولانية وادي slot التانية وهدي هو كده ايه ال parts اللي انت ايه نفذت بهذا الشكل شوف slots اهي slot طبعا ما عملناش فيها table هنا ميلنا two holes بزاوية عشرة حوالين محور x واطلع علينا هذا الشكل اللي موجود قدمنا بهذا الشكل اوكي بكده نكون وصلنا لنت هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته